هو أحد أبطال القوات المسلحة قاد كتيبته بشجاعة المحارب لتحقيق كافة مهامها القتالية خلال حربي الاستنزاف وأكتوبر كتيبته هي الكتيبة التي أصرت عسافيا جوري الأسيرة الإسرائيلية الأشهرة في حرب أكتوبر ناجى ربه وترجاه أن يلقاه شهيدا لكن الله سبحانه وتعالى قد أجل تلبية الدعوة أربعين سنة كاملة حتى استجاب له ونال ابنه الشهادة في إحدى العمليات الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة البواسل بشمال سيناء مع أحد أبطال أكتوبر السيد اللواء محمود جلال مروان بسم الله الرحمن الرحيم اللواء محمود جلال مروان قائد الكتيبة 361 مشاه ميكانيكي خلال حرب أكتوبر طبقاً للمهمة القتالية للكتيبة اقتحمنا قناة السويس في منطقة الفردان وتم تحقيق المهمة المباشرة للكتيبة مساء يوم 6 أكتوبر يوم الاثنين 8 أكتوبر اليوم ده الجانب الإسرائيلي بيسميه اليوم الاثنين الحزين الاثنين الحزين بدأنا من أول ضوء في هذا اليوم نتعامل مع دبابات اللواء 190 مدرع الإسرائيلي بقيادة كولونيل عساف ياجوري اللواء ده كان اللواء مندفع شوية وكل ما زد في سرعته كل ما هو بيقترب من قناة السويس الهدف بتاعه وفجأة وجد نفسه في ملأة في نيران وجد نفسه في جيب نيران ضخم جداً وبينضرب بنيران الأسلحة المصرية من ثلاث جهات في وقت واحد من اليمين ومن الشمال ومن المواجهة انتهت قصة أو معركة اللواء المدرع الإسرائيلي في حوالي الساعة اثنين ونوص الظهر أما قائد اللواء نفسه قاعد يعد الدبابات اللي بتتحرق قدامه في مواجهة الكتيبة بتاعتي أنا فقط كتيبة 361 كان فيه 28 دبابة مشتعلة في وقت واحد في معركة لم تستغرق أكتر من ساعتين إلا ربع ده فيه مواجهة الكتيبة بتاعتي فقط في نهاية يوم القتال كان تم تدمير جميع دبابات اللي هو 190 مدرع الإسرائيلي وتم أسر قائده كولونيل عسافي يا جوري في هذا الوقت أنا ما نساش أبدا بعض البطولات الفردية للزباط والصف الزباط والجنود ولابد أن أذكر منها الجندي محمد عبد الحميد التميم من الدعالية صغير الجسم جسمه صغير مش راجل طويل ولا حاجة جسمه بسيط حامل أربجي هذا الولد أتم تدمير ثلاث دبابات إسرائيلية فيما لا يتعدى سبع دقائق قدام عيني البطولات كثيرة جدا أربع عساكر كان مكلفين إنهم يربطوا كبري المشاه اللي حيعبر عليه الأفراد بساعة العبور مدفعية العدو كانت شديدة جدا أصيب منهم اتنين وبعدين استشهدوا الاتنين التانين أتموا شغل الأربعة الأربعة عساكر وتم ربط الكبري في المعادن وحدد وعبرنا عليه كبري المشاه وأنا شفت بعيني العسكريين بيقوموا بعمل الأربعة والدم بينزف منهم الفرد منهم ما بيبصش للدم اللي نازل شغال شغله تماما كما لو كان سليم 24 رات وأتم مهمته برجولة كاملة أما عن نفسي فقد دعوت الله كثيرا وأخلصت في الدعاء أن أكون من شهداء هذا الوطن ولكن شاءت إرادة الله العلي القدير أن يخص بها ابن الشهيد الشهيد مقدم شرطة أحمد محمود جلال مروان اللي استشهد في العريش يوم 19 8 2013 لابد أن أذكر أن انتقال ابني للعمل في العريش كان بطلب مكتوب بإيده ومضي عليه طلب أنه يروح يعمل في العريش فنقش في هذا الموضوع يا ابني المنطقة هناك مش مستقرة دلوقتي إيه الداعي قال لي يعني محتمل نروح لحارب قلت لوارد أني كنت تروح تحارب قال لي شمعنا حطاك حاربت في سينة أنا كمان لازم حارب زيك وأصر وراح واستشهد في آخر أجازة له آخر أجازة ميدانية زارني بالليل هو وزوجته وأخبرني أن الدكتور بلغهم أن يزوجته حامل في الشهور الأولى هو عنده بنتين صغيرين وسافر في نفس اليوم كان ده آخر يوم في أجازته يوم 18 والتمانية واستشهد يوم 19 مباشرة تاني يوم ابني تم تكريمه في يوم الشرطة 2014 فسميت على اسم أبوه أحمد حتى يكون البطولة ممتدة بطولة مستمرة أخيرا أتقدم بكل التحية والتقدير للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ولأبناء وأحفادي ضباط وصف وجنود القوات المسلحة وكذا ضباط وصف وجنود هيئة الشرطة المدنية وزارة الدخلية داعياً المولى عز وجل لهم بكل النصر والتوفيق في حربهم وفي صراعهم ضد الإرهاب البغيض أشكر حضراتكم للحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة